من سلسلة دراسة أصول القرآن باعتباره كتاب القراءات والفصول أي كتاب لترجي للصلوات وهو على نمط كتاب القريانة عند السوريان فلو استطاع الباحث عند دراسته للقرآن التخلي عن فكرة مصدره السماوي واعتباره نصا أدبيا ثقافيا تاريخيا يستحق كل الاهتمام والعناية من أجل قيمته الروحية عند المسلمين وكذلك التخلي عن فكرة أن العرب كانوا وثنيين يعبدون الآلهة كاللات والعزة ومنات في عصر الرسول محمد بخلاف ما كانوا عليه كما رأينا وسوف نرى لأن معظم العرب كانوا موحدين بالله في عقيدتهم الإبراهيمية رويدا رويدا بعد القرن الرابع الميلادي كنصارى ومسيحيين خاصة عندما تبنت الأمبراطورية الرومانية العقيدة المسيحية كالديان الرسمية للدولة تداء من عصر قسطنطين الأول يستطيع الباحث كذلك بسهولة معرفة أصول القرآن ووظيفته بين العرب وكذلك أن يفهم الإشكال الذي وقف سدا منيعا في وجه ظهور الحقيقة التاريخية لأصول القرآن وتاريخ العرب وما أنتابه من تشويه وتعدي جائر بدأ يترسخ ابتداء من العصر العباسي فأسندوا مهمة تفسير القرآن وتأليف السيرة النبوية وكل ما يتعلق بالفقه والشريعة لشخصيات غير عربية عاشت بعيدة زمكانيا عن الأحداث التي ذكرها القرآن والجغرافية دينية للعرب فصوروا لنا أن العرب في عصر الرسول محمد كانوا يعيشون حياة روحية مشوهة باعتبارهم عبدة الأصنام والأوتان يعيشون جاهلية جهلاء وضلالة عمياء يدفنون بناتهم على قيد الحياة ولا يعرفون مكانم الأخلاق فكل هذه الإدعاءات كان الهدف منها تأسيس ديانة جديدة اسمها الإسلام صنعوا لها أسطورة محبوكة تستحق تصديق وجعلوا من مجيء محمد بداية جديدة لتأسيس دين جديد تشرع لهم الأحقية بالخلافة والتوسع الجغرافي على حساب الشعوب المسالمة الضعيفة وإباحة أموالهم وسبي نساءهم واستعباد أطفالهم ثم في نهاية المطاف الاستقلال الروحي التام عن اليهود والنصارى مقتطعين الأحداث المذكورة في القرآن عن سياقها التاريخي والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة كيف كان العرب فيما يسمى بالجاهلية وهل يمكن القول بأن القرآن هو فعلا كتاب قراءات وفصول بلسان عربي مبين للرد على هدين السؤالين يجب الاستعانة بالوثائق التاريخية المادية التي تعود لتلك الفترة أي إلى القرن السابع الميلادي والتي تتحدث عن العرب قبل الإسلام وكذلك من خلال شهادة القرآن نفسه عن حياة العرب الروحية والعقائدية بصفته الكتاب الذي جاء إليهم الذي يمكن استنباطهم من الآية الرابعة من صورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إلى آخره وكما قلنا في الحلقة السابقة فالعرب كانوا أميين ليس بمعنى أنهم لم يكونوا يعرفوا القراءة والكتابة كما صورهم الطراث العباسي ولكن بمعنى أنهم ليس لهم كتابا مقدسا بلغتهم كاليهود وكالمسيحيين فجاء القرآن ككتاب القراءات والفصول من الكتب المقدسة السابقة بلسانهم أي بلسان عربي مبين لم يعتر على أي كتاب لترجي للصلوات بلسان عربي رغم اعتناق معظم العرب للمسيحية بمداهبها وطوائفها المختلفة على فترة امتدت أكثر من ثلاث قرون قبل ظهور الإسلام فالسوريان كان ولا زال عندهم قريانة وعند الأقباط كتاب الأقبية ومصحف صلوات عند الأحباش فلا شك أن العرب المسيحيين سبحوا الله بلسانهم في كنائسهم وأديرتهم قبل الإسلام بألحان دينية وصيغة شعرية جميلة حفظوها عن ظهر قلب ورددوها في ترانيمهم ودعائهم وصلواتهم والنص القرآني لا زال يحمل بصمات من هذه الأدعية والترانيم فصورة الفاتحة على سبيل المثال تعتبر صلاة للدعاء فهذا الدعاء لا يرقى لأن يكون كلام الله فهو مجرد دعاء وصلاة مؤمن تجاه ربه ربما لا تظهر بصمات الترات الديني العربي القديم في هذه الصورة لكن نجد في صور صغيرة أواخر القرآن من حيث الترتيب هذه البصمات فإعادت قراءتها قبل التنقيط والتشكيل والهمز حيث نجد على سبيل المثال صورة العاديات فقد عادت دكتور يونس منذر قراءتها بحسب السياق اللغوي فقدم لنا هذه القراءة والغاديات صبحا من الغدو مصدر غدا أي الصبح ما بين الفجر وطلوع الشمس وهي إشارة لفتيات غاديات قبل طلوع الشمس إلى معبد الاحتفال الديني بدل من العاديات ضبحا من العدو أي الجري السريع وفقهاء الإسلام فسروها بالخيول لتبرير الغزو ثم المغيرات صبحا حيث يقول الدكتور يونس منذر إنها أضيفت لتلك الغاية فالموريات قدحا أي المشعلات نورا يشعنا قناديلا وشموعا فأطرنا به نفعا أي ليس هو النقع وليس هو الغبار كما يفسره علماء الإسلام لغياب تقدير ضمير به على ماذا يعود فعلماء الإسلام يقدرونه بالوادي غير أنه لا ذكر له في الصورة أما في القراءة الأولى فالضمير به يعود على النور الذي أشعلته هؤلاء النسوة أو الفتيات فوسطنا به جمعا وسط هنا ليس فعلا وكلمة وسط في القرآن معناها الأفضل والأحسن كما جاء في صورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخره أي خير أمة وبالتالي فوسطنا به جمعا أي يتوسطنا بهذا النور وبهذه الشموع جمع المؤمنين وهذا المشهد الجميل هو من الاحتفالات والأعياد الدينية لتظهر طقس التعبد الاحتفالي ولا زالت بعض الكنائس التقليدية القديمة تحيي هذه العادات القديمة إلى الآن في أعياد الميلاد على سبيل المثال ولا دخل للغزوات والغارات على الآمينين في بيوتهم لتبريرها أمام هذا المشهد الاحتفالي الجميل فالقرآن ينقل لنا مشاهدا وقصصا وعضات وتشريعات كانت موجودة قبله بلغات مختلفة كالعبرية واليونانية والآرامية فينبهنا على أن ما أتى به هو تفصيل وتيسير بلسان عربي مبين وبالتالي ليس من الغرابة أن يعيد ويكرر 12 مرة أنه جاء بهذه الفصول والقراءات بهذا اللسان لقومه العرب وذلك في سورة يوسف الآية 2 الرعد 37 النحل 103 طاها 113 الشعراء 195 الزمر 28 فصلت 43 وكذلك 44 الشعر 7 الزخرف 3 الأحقاف 12 فما معنى أن يشير كتاب ولعدة مرات إلى اللغة المكتوب بها نكتفي بهذا القدر وإلى تكملة الموضوع في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة